اهلا بكم في فيلم جديد بيبدأ فيلمنا على كوكب الارض وبيظهر روبوت اسمه ولي وبنشوفه وهو بيجمع القمامة اللي باعت مالية الكوكب وبيحولها لمباني ضخمة جدا بنعرف بعدها ان في سفينة فضائية بيعيش فيها البشر لحد ما الروبوتات اللي زي ولي دول ينظفوا الارض من القمامة اللي موجودة فيها ويه بيوصل بعدها ولي لبيته وبنعرف انه كان بيحتفظ بكل حاجة مهمة كان بيلاقيها وسط القمامة وبيكون من ضمنها شريط فيديو للبشر وهم بيرقصه وبيكون ولي مبسوط جدا هو بيتفرج وبيحلم ان هو يعيش حياة سعيدة زي اللي موجودة في الفيديو ده وفي تاني يوم بيكون قرب ان هو يخلص شحن فبيستخدم طاقة شمسية وبيرجع علشان يكمل شغله في جامع القمامة بيفتح بعدها تلاجة وبيكون مبسوط جدا لما بيلاقي جواها زرعة صغيرة فبيحافظ عليها ولكن فجأة بتحصل هزة قوية في المكان طبعا بيخاف ولي وبيحاول ان هو يهرب ولكن بعدها بيلاقي ان فيه مكوك فضائي بينزل منه روبوت والروبوت دي كان شكلها جميل وبينباهر ولي بيها ويه بمجرد ما بينطلق المكوك للفضاء بتبدأ انها تطير في كل مكان وبتحس بوجود ولي ورا صخرة فبتضرب عليه قزيفة ولكنها ما بتقدرش انها تأذيه بنعرف بعدها ان الروبوت الجديدة دي بتدور على حاجة معينة وبيقرب منها السرصار وبيفضل ان هو يلعب معاها ولما بيظهر لها ولي بتبدأ انها تهجمه من جديد ولكن السرصار بيمنحها فبتقرر انها تسيبهم وبتمشي وبتتعصب الروبوت بعدها لما بتكون مش لقي الحاجة اللي بتدور عليها وكمان بيكون فيه مغناطيس قوي جدا بيجذبها ناحيته فبتتعصب اكتر وبتدمره وبتدمر السفينة كلها وبرغم كل الاحداث دي بيكون ولي معجب بيها ومهتمش انها كانت عصبية وحاولت تقتله من شوية لكن كمان بيحاول ان هو يقرب منها وبيقول لها ان مهمته هي انه يجمع القمامة اللي موجودة على الكوكب ولما بيسألها عن المهمة بتاعتها علشان يساعدها بتقوله انها فيه مهمة سرية وكمان بتقوله انها اسمها ايفا بيظهر فجأة انذار لولي انها يكون فيه عاصفة فبياخد ايفا بسرعة وبيروح للبيب بتاعه علشان يحمو نفسهم من العاصفة دي اما في البيب بقى فبتمبهر ايفا ببيت ولي جدا وبيفضل يفرجع على كل الحاجات القيمة اللي جمحها من القمامة ده كمان بيفرجع على الفيديو بتاع البشر وهما بيرقصه وبيتحمسهما الاتنين وبيقلده البشر ولكن ايفا بتضربه فبيتخبط في السقف بيجيب بعدها ولي الزرعة الصغيرة اللي لقاها في التلاجة وبيوريها الايفا ولكنها اول لما بتشوفها شكلها بيتغير وبتاخد الزرعة جواها وبتتعطل عن التشغيل وطبعا بيقلأ ولي من اللي حصل ده وبياخد ايفا وبيحطها في الشمس علشان تشحن وتشتغل مرة تانية ولكنها مش بتشتغل بيفضل بعدها يعمل محاولات كتير علشان ايفا تشتغل مرة تانية ولكنها بتكون بدون اي فايدة وبيرجع تاني يكمل الشغل بتاعه وهو حزين على اللي حصل لايفا ولكن فجأة بيحصل هزة قوية جدا فبيفهم ان المكوك راجع علشان ياخد ايفا وبيجري علشان يلحقها ولكن بيكون المكوك وصل لها قبله وفعلا بيقدر انه هو ياخدها وفي المرحلة دي بقى بيطلب ولي من السرصار انه هو يفضل في مكانه وبيجري ولي وبيتعلق في المكوك اللي بيخرج به بره المجموعة الشمسية كلها بيكون ولي طبعا منبهر بالمناظر اللي بيشوفها وبيفضل بقى يحاول انه هو يصحي ايفا في الطريق ولكنها بتكون مش شغالة وبيوصل بعدها المكوك لسفينة الفضائية اللي بيكون البشر اصلا ساكنين فيها وبنشوف الروبوتات وهما بياخدوا ايفا وبيحاولوا انهم ينظفوها من التلاوث اللي حصل لها من سطح الارض بيمثل ولي انه هو يبقى روبوت زيها وفعلا بياخد الروبوت ولكن كل ما كان بيحاول انه هو ينظفه كان ولي بيرجع يوسخ الارضية مرة تانية وبيجي بعدها الروبوت اللي بيفحص كل الروبوتات ومجرد ما بيعمل فحص على ايفا بيعمل انذار باللون الاخضر وبياخدوها من المكان وبيمشوا بيها بيفضل ولي بقى يجري وراهم علشان يلحق إيفا وبيستغرب لما بيلاقي البشر بيتحركوا على سراير بتنقلهم لأي مكان وبيخبط واحد منهم اسمه جوم بالغلط فبيتفاجئ ان هو مش قادر ان هو يقوم مرة تانية علشان يرجع لسريره فبيساعده وبيسيبه وبيجري على المترو علشان يلحق إيفا بيعطل بعدها الشاشة الافتراضية لوحدة من البشر اسمها ماري ولكنها بتكون مبسوطة جدا لانها قدرت انها تخرج من العالم الافتراضي وتشوف السفينة على طبعتها وبيظهر بعدها أوتو اللي هو الروبوت المسؤول عن تشغيل إيفا وبيكون ولي مبسوط انها رجعت تشتغل مرة تانية أخيرا بيستغرب بقى كابتن السفينة لما بيعرف ان إيفا رجعت من كوكب الأرض بنبتة خضرة وبيبلغ مدير السفينة اللي بيتكلم مع سكان السفينة وبيقولهم ان هما يقدروا يرجعوا يعيشوا على الكوكب مرة تانية لان هما كده قدروا ان هما يلاقوا عليه نبتة على الكوكب وبيحاول ولي ان هو يقرب من إيفا اللي بتحاول انها الدريق علشان روبوت الأمن ما يترودوش بر السفينة وبالفعل بيقرب الروبوت أوتو من إيفا علشان يعني يطلعوا منها النبتة اللي جواها لكنهم مش بيلقوها ولما بيبلغ الكابتن بيقول انها محتاجة يتعمل لها سيانة وبيطلب من الروبوتات انها تروح لقسم السيانة بيقرب ولي بعد كده من الكابتن وبيحط في ايده شوي التراب فبيعرف ان ولي كمان محتاجه تعمله سيانة فبيبعثه هو كمان مع إيفا وبيفضل الكابتن بقى يحلل التراب اللي اخده من ولي وبيعرف ان هو من كوكب الارض وبيفضل يبحث عن الزراعة وكل حاجة متعلقة بالكوكب وفي قسم السيانة بيحط ولي في قسم الروبوتات العطلانة اما إيفا فبيفضل يفكه في الاجزاء بتاعتها وبيفهم ولي ان هما كده بيعزبوها فبيحرر نفسه وبيجري على إيفا علشان ينقذها ولكنه بالغلط بيدرب قذيفة قوية جدا فبيتحرر كل الروبوتات المتعطلة وبيكونوا طبعا مبسوطين جدا وبيفضلوا بقى يحتفلوا مع ولي لانه خرجوا من السجن اللي هما كانوا عايشين فيه وفي المرحلة دي بيشتغل الانذار في كل مكان وبتجري روبوتات الشرطة علشان توبض عليهم ولكن إيفا بتوصل في الوقت المناسب وبتقدر انها تاخد ولي وبيهربوا وساعتها بيتم اعتبارهم ان هما متمردين على نظام السفينة الفضائية بتاخد ايفا لوحدة من الكابسولات الفضائية وبتقول له ان الكابسولة هترجعه لكوكب الارض وبيكون مبسوط في البداية ولكنه لما بيعرف انها كده مش هتقدر انها ترجع معاه بيخرج من الكابسولة مرة تانية بسرعة ولكن فجأة بيوصل روبوت الامن وبيغير الاعدادات بتاعت الكابسولة وبيحط النبتة اللي كان سرقها من ايفا جوه الكابسولة وبيسيبها وبيمشي وبيدخل ولي بسرعة علشان يجيب النبتة ولكن الكابسولة بتهفل عليه وهو جواها وطبعا بتنطلق بعيد عن السفينة بتخرج ايفا بعد كده ورا الكابسولة باقصى سرعتها وبنشوف ولي وهو بيحاول ان هو يعطى للكابسولة ولكنه ما بيقدرش وبيتفاجئ ان الكابسولة كانت على وشك الانفجار وبيحاول ان هو ينقذ نفسه وفعلا بيقدر ان هو يستخدم الطفاية وبينقذ نفسه فعلا وبتكون ايفا مبسوطة جدا انه لسه طبعا ما ماتش وكمان بتفرح اكتر لما بتعرف ان هو قدر ينقذ النبتة كمان بيرجع مرة تانية لسه فينا في هدوء كده علشان روبوتات الامن ما تقدرش انها تشوفهم وبتطلب من ولي ان هو يفضل مكانه لحد ما توصل للكابتن علشان تسلمه النبتة وبتقدر فعلا انها توصل للكابينة وبتسلم النبتة الخضرة للكابتن اللي بيكون عارف حاجات كتير جدا عن الزراعة على كوكب الارض ان هو يشوف كل اللي هي شفته على الارض وطبعا بيتصدم لما بيلاقي كمية النفايات اللي موجودة على الكوكب وفي نفس الوقت ده بتشوف ايفا اهتمام ولي بيها لما تعطلت على الكوكب وقدي ايه هو كان مهتم بيها وبيكون ولي بعدها الان على ايفا وبيقرر ان هو يروح لقضة الكابتن علشان يطمن عليها فبنرجع للكابتن اللي بيتفاجئ لما بيلاقي ان ورقة من النبتة وقعت فبيجري بسرعة علشان يرويها بالمية علشان يحافظ عليها وهنا بيفهم الكابتن ان كوكب الارض محتاج بس ان هم يهتموا به وهيكون افضل مكان يقدروا ان هم يعيشوا فيه ولكن فجأة بيوصل الروبوت اوتو وبيحاول ان هو ياخد النبتة من الكابتن وبيقول له ان هو عنده تعليمات سرية انه لازم يتخلص منها وده علشان مايرجعوش لكوكب الارض مرة تانية وطبعا بيتصدم الكابتن من اللي بيسمعو وبيطلب منه ان هو يعرض المعلومات السرية دي على الشاشة وهنا بيشتغل فيديو لصاحب السفينة وبيعلن ان عملية تنظيف الكوكب فشلت وان هم هيكملوا حياتهم على السفينة الفضائية ولكن الكابتن بيشرح لأوتو ان الفيديو ده اصلا من سبعمائة سنة وان هم يقدروا دلوقتي ان هم يرجعوا للارض عادي يعني ولكن اوتو بيرفض الفكرة وبيطلب من روبوتات الامن ان هم ياخدوا النبتة ويرموها في مصورة القمامة وفي نفس الوقت ده بيكون ولف المصورة بيحاول ان هو يوصل لأيفا وبيقدر ان هو فعلا ينقذ النبتة مرة تانية وبيخرج بيها في قوضة الكابتن بيجري اوتو علشان ياخد النبتة ولكنه بيقدر ان هو يخبيها منه فبيتعصب اوتو وبيفضل يكهربه وبيرميه في المصورة بتاعت القمامة وكمان بيعطى لأيفا وبيرميها هي كمان في المصورة وبيجي واحد من الروبوتات الصغيرة وبيدوس بالغلط على زرار التشغيل لأيفا وبتفوق بيجي بعد كده الروبوتات بقى المسؤولة عن القمامة وبتاخد ايفا وبتضغطها مع باقي القمامة اللي موجودة في المكان لمكعبات صغيرة ولكنها بتلاقي ان ولي يبقى في المكعب اللي جنبها بتفجر ايفا المكعب بتاحها وبتستخدم السلاح اللي معاها وبتقدر انها تنقذ ولي في اخر اللحظة قبل ما القمامة كلها تطير في الفضاء وبتكون ايفا زعلانة جدا على ولي اللي بيلاقي ان البردة بتاعته اتحرقت وبيكون محتاج للسيانة كبيرة وبتفضل ايفا بقى تدور له على بردة علشان تصلحه ولكنها مش بتلاقي في اي مكان وبيديها ولي النبتة علشان يوصلوا للارض مرة تانية وبيفهمها ان على الكوكب قطع غيار كتيرة ليه فبتتحمس انها تحط النبتة في المكان المخصص لها علشان يقدروا ان هما يرجعوا للكوكب مرة تانية وبيشوفها كل الروبوتات العطلانة وبيتحدوا معاها وبيقدروا ان هما يهزموا روبوتات الشرطة وبيخدع الكابتن الروبوت اوتو وبيفهموا ان النبتة تبقى معاها ولما اوتو بيروح له بيفضل الكابتن يعطله لحد ما ايفا توصل للمكان اللي هتحط فيه النبتة وبيحرك اوتو السفينة لحد ما بتوقع النبتة من ايفا وكمان بيقع المترو من مكانه فبتقدر ماري مع جون ان هما ينقذوا كل الاطفال قبل ما يموتوا وكمان بتقدر ايفا انها تنقذ كل البشر قبل ما المترو يخلص عليهم أما ولي فبيقدر أنه يجيب النبتة مرة تانية وبيحاول أنه يحطها في المكان المخصص لها علشان السفينة ترجع مرة تانية لكوكب الأرض ولكنه ما بيكونش قادر أنه يفتح كل المكان ده لوحده فبيفضل الكابتن يهاجم أوتو لحد ما بيقدر أنه يفصله وساعتها بتقدر إيفا أنها تروح وتساعد ولي وفعلا بيقدروا أنهم يحطوا النبتة في المكان المخصص لها وبترجع السفينة للأرض مرة تانية وساعتها بتجري إيفا على البيت بتاعه لي وبتغير له كل قطع الصيانة اللي هو محتاجها وبيرجع يشتغل كويس مرة تانية وبنشوف بعدها البشر وهم بقى بيهتموا بالكوكب وبينظفوه وكمان بيزرعوا زرعة أخضر في كل مكان علشان يقضوا على التلوث الموجود على الكوكب وبس كده لحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا والحلقة بتاعتنا نتمنى اللي اتنين يكونوا عجبوكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد ونشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام